بيعة العقبة الأولى لم تبقى دار من دور الأنصار الأوس والخزرج إلا وفيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني عشر للبعثة في موسم الحج قدم إثنى عشر رجلا من العنصار للحج التقى وفد الأنصار المكون من إثنى عشر رجلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى ومن الأوهام التي وقعت في هذه البيعة أنها سميت بيعة النساء كانت بيعة العقبة الأولى على السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكرى والعسر واليسر والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليهم المدينة متفق عليه أما وصف بيعة العقبة الأولى ببيعة النساء فإنه وهم من بعض الرواة فلم يكن للنساء ذكر في هذه البيعة ولا في بنودها لما أراد وفد الأنصار الرجوع إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليفقها الأنصار في الدين أسلم على يد مصعب رضي الله عنه سيدة بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما أقام مصعب رضي الله عنه في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام